ستحاول سينيت إذاء نانا وجعلها تهرب من المنزل لكن نانا لن تتلق زوجها الواحد بوراز أبدا ونتيجة لذلك فإن سينيت لن تحقق أعراضها الشرر أبدا على الرغم من أن سينيت كانت إمرأة سيئة في البداية إلا أنها ستتحول لاحقا إلى إمرأة جيدة لأن سينيت سوف ترى قلب نانا في الحلقة القادمة ستكون سينيت طيبة من نسبة لنانا عندما ترى قلبها النقي وهكذا لن تبقى سوى كانسل وسمح في طريق حب نانا وبوراز لكن نانا وبوراز سيتغلبان على هذه العقبات ويرسلان كانسل وسمح إلى السجن لذلك كما سترون من الآن فصاعدا سيكون هناك مشاهد الخير أبدلا من الشر في المسلسل في الحلقة القادمة سيعترف بوراز بحبه لنانا سوف تستجيب نانا أيضا لحب بوراز وهكذا سيبدأ حب بوراز ونانا أخيرا في الحلقة القادمة ستقيم نانا وبوراز حفل زفاف مرة أخرى لأن نانا وبوراز سيقرران تحويل زواجهم الرسم إلى حقيقة ولكن هذا الثفاف سيكون حفل زفاف شكلي لأن نانا وبوراز متزوجان بالفعل الأهل لهذا السبب ليست هناك حاجة لتنق نانا وبوراز سوف تذهب نانا وبوراز إلى غرفتهم في اليوم الأول لتجدد زواجهما سوف ترتدي نانا ملابسها وترتدي ثوم النوم الخاص بها كما سيكون بوراز سعيدا جدا عندما يرى نانا أمامه ستكون هناك مفاجآة كبيرة في نهاية هذه الليلة هذه المفاجآة بالطبع هي أن نانا وبوراز معا لذلك سيكون بوراز مع نانا ونتيجة لذلك سوف تحمل نانا من بوراز ستكون نانا سعيدا للغاية عندما تكتشف أنها حاملة ستعطي نانا أخبار الحمل لبوراز ستشعر سينة وبوراز بسعادة وامرة عندما يعلمان أن نانا حاملة حتى أن نانا ستقوم بتسمية ابنها إيمان كريم لي وسوف يكون يوسف أيضا سعيدا جدا لهذا الخبر سوف يعود يوسف إلى السلسلة نحو النهاية لأن يوسف رحل من المسرسل الآن لكنه سيعود قريبا كما أن السلسلة ستكون نهايتها قريبة جدا وسنعلن عن الموعد النهائي للمسرسل في الفيديو الجديد الذي سأنشره اليوم سوف تتزوج أينور أوسلا أخيرا وهكذا ستلتقي أينور بأمير أحلامها الساحر في الواقع بما أن أينور واسلا سيتزوجان فسوف يذهبان إلى جزر المالديف لقضاء شهر العسل لذلك العديد من المشاهد الجميلة ستكون في انتظار الجامعة في السلسلة إذن ما هو الاسم الذي يجب أن يكون عليه اسم طفل نانا ووراز في رأيكم سأكون في انتظار تعليقاتكم أدنى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر